اهلا بكم على النهاردة في نص جديد آآ من النصوص المقررة علينا في هذا العام هو حديث آآ شريف آآ بعنوان من اجل مصر آآ الحديث اللي معايا النهاردة آآ حديث شريف بيوصي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خلفائه وقواده باهل مصر خيرا وان يعاملوا اهل مصر خيرا آآ وفي هذا من من التشريف والتعظيم آآ لاهل مصر الكسير والكسير آآ النهاردة آآ بيقول لي في الدرس بتاعنا النهاردة او النص بتاعنا ان الاستاذ احمد في الجلسة التانية من آآ جلسات برلمانو اللي كان بيسمى ببرلمان فصل اسبوع طبعا اللي كان اسمه من اجل مصر واللي اخدناه في الدرس اللي فات آآ دخل الفصل في الجلسة التانية وتوقع طبعا الطلاب ان هو هيسألهم نفس السؤال اللي سأله لهم المرة اللي فاتت آآ مين فيكم عنده استعداد ان هو يسحب النهاردة آآ ورقة وطبعا ويحدثنا عن الوظيفة الموجودة فيها آآ هما الطالبة كانوا متقعين ذلك ولكن الاستاذ احمد قال لهم ان احنا هنؤجل آآ في هذه الفترة وهذه الحصة هنأجل اختيار مهنة آآ معينة في هذه المرة لانه الاستاذ احمد لفت آآ نظره آآ ان هما اطلقوا على فصلهم او على برلمان فصلهم اطلقوا على برلمان الفصل اسم من اجل مصر زي ما خدنا طبعا في الدرس اللي فات لفت نظر الاستاذ احمد ان هما سموا سموا برلمان الفصل باسم من اجل مصر آآ واللي هما بيعقدو كل اسباح في المكتبة في المكتبة وقال لهم ان هما ان هو وجد ان مش هما لوحدهم اللي بيفكروا آآ في مصر مش هما لوحدهم اللي بيفكروا في ايه في مصر طبعا الطلبة هنا كلهم قالولو في صوت واحد ان يعني فيه حد تاني اطلق اسم من اجل مصر على آآ برلمان آآ فصلهم في طلبة تانين سموا برلمان فصلهم زينا من اجل مصر? احنا ما احناش فاهمين قصد حضرتك ايه يا استاذ احمد. فالاستاذ احمد ضحك وقال لهم لا طبعا. مش ده قصدي تماما. وانما انا قصدي ان انا هعرض عليكم النهاردة حديث آآ شريف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحديث ده هو من اجل آآ مصر ايضا. فمش احنا لوحدنا اللي بنحب مصر اللي بنفكر فيها. وانما رسول عليه افضل الصلاة والسلام كمان. كان بيحب آآ مصر. وقال آآ فيها هذا الحديث الشريف. فردوا مصطفى وسألوا وقالوا طيب ما نص هذا الحديث? احنا عايزين نعرفه. فقال المعلم لآيمن اللي هو طالب من طلاب الفصل طبعا. خذ يا ايمن هذه الورقة. وقرأ على زملائك. الورقة طبعا كان مدوم فيها نص الحديث. وبدأ ايمن آآ يقرأ نص الحديث. وكان نص الحديث كالتالي. طبعا زي ما احنا عرفين نص الحديث. حافظوا. الحديث ده مهم جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انكم ستفتحون ارضا. يسكروا فيها القيرات. فاستوصوا باهلها خيرا. فإن لهم زمة ورحما. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنعرف الاول معاني الحديث. انكم ستفتحون. ستفتحون. يعني تتملكون. هتمتلكوا هذه الارض. وتنشروا فيها الاسلام. ارضا هي طبعا هو مش زاكر اسم الارض بشكل مباشر. وانما المقصود بالارض هنا هي مصر. يسكر فيها القيرات. القيرات ده يا اولاد كان آآ عبارة آآ عن جزء من اجزاء الضينار والدرهم. وهو وحدة قياس ووحدة آآ يعني آآ قياس مساحة ووحدة ووحدة قياس آآ وزن في نفس الوقت. فهو وحدة قياس للاراضي. وحدة قياس للاراضي. مساحة الاراضي. آآ فانا عندي مثلا القيرات معروفة ان الاربع واشرين قرات بيساووا فدان. وهو وحدة وهو وحدة وزن للجواهر السمينة. فاذا انا عندي القرات هو جزء من الدنار او الدرهمة ووحدة قياس للمسافة ووحدة آآ قياس لمعرفة الوزن في نفس الوقت. فهو يستخدم لقياس الاراضي واستخدم لمعرفة اوزان الجواهر السمينة مثل الزهب والفضة وغيره. فاستوصوا باهلها خيرا. يعني استوصوا يعني انا بوصيكم بان تعاملوا اهلها معاملة حسنة. وكلمة اهله طبعا جمعها اهالي واهلون. اهلون او اهلين هم الحقب جمع المذكر السلم تعرف اعرابه. ومضاد كلمة خير شر. زم يعني عهد وامان. عهد اعطاء حتى الاقباط المصريين قبل اه عندما دخلها المسلمون يعني. فاخذوا عليهم العهد والامان. وكفالة بمعنى عهد وامان وكفالة وزم ما جمعها زمان. رحما يعني صلة قرابة والجمع ارحام. ده بالنسبة للمعاني الموجودة معانا في الحديث. طيب اه هنا طبعا زي ما احنا شايفين احنا بنقول ان الحديث اه بيتحدث عن مصر او عليه الصلاة والسلام. بيوصي اصحابه وقواده وخلفائه على مصر وعلى اهل مصر. ولكن احنا مش شايفين بشكل مباشر كلمة مصر. يعني عرفنا زي ان الحديث ده بيتكلم اه عن مصر. عرفنا لان اه القيارات وهو واحدة واحدة القياس لقياس الاراضة وغيرها او هو جزء من الدينار والدرهم. اه كان بيستخدم بكسرة عند المصريين. كان اهل مصر هم اللي بيستخدموا بكسرة اه القيارات في القياس لديهم. سواء كان قياس الاراضي او معرفة اوزان المعادن السمينة يعني او الجواهر السمينة. فكانوا بيكسروا من استعمالوا في حياتهم اليومية. اه ولذلك كانت الاشارة واضحة من خلال كلمة القيارات كانت واضحة الى المصريين. وهذه الكلمة التي دلت على ان اه الارض التي اه يقصدها رسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هي ارض مصر. اه اه طبعا فالاشارة هنا واضحة الى اه مصر. فهي اه ليست تصريحا ولكنها تلميحا. الرسول يلمح ولا يصرح بانها مصر. فهي مصر التي اوصى بها رسول صلى الله عليه وسلم. واوصى خلفائه واصحابه وقواده بين اجل ان يعملوا المصريين معاملة حسنة. اه طب تمام المصريين ليه با هيعملوا اه ايه السبب من يخلي المصريين اه 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 اهل وقواده يعمل المصريين معاملة اه حسنة. ايه العل في ذلك? لانهم اصحاب حرمة وحق ورحم. عنهم اصحاب حرمة وحق ورحم. اه يطرى حق المصريين في زي المعاملة الكريمة جه من اين? ايه الرحم ده? ايه الرحم او اه اه صلة الرحم ما بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المصريين صلة الرحم يولاد بتتمثل في أن السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل عليه السلام وزوجة سيدنا إبراهيم كانت مصرية كما أن ماريا القبطية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم إبراهيم الذي توفية صغيرا هي أيضا كانت مصرية فهذه هي الرحم التي بين المصريين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وفي توصية الرسول صلى الله عليه وسلم بمصر فيه من التشريف والتعظيم الكثير والكثير لمصر ولما كانتها في التاريخ قديما وحديثا فمصر لها مكانة دينية عظيمة فإذا أردنا أن تتحدث عن مكانتها الدينية فهناك الكثير والكثير من الكلام فمصر كانت مهبط لعدد كبير من الأنبياء مثل سيدنا يوسف وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وكذلك فقد مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء رحلة الإسراء والمعراج فالحديث معنا النهاردة الرسول عليه الصلاة والسلام بيبشر أصحابه بشارة بأنهم هيفتحوا مصر إن شاء الله وفي هذا دليل على صدق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم لحيث أخبار أصحابه بأمر غيبي وهو فتح مصر ونشر الإسلام فيها وقد حدث هذا بالفعل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن خلافة سيدنا عمر ابن خطاب فقد فتحت مصر على يد سيدنا عمر ابن العاص وفي هذا صدق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم فالحديث هنا الرسول ببشر أصحابه بفتح مصر فالحديث فيه بشارة وفيه وصية وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وص أصحابه وخلفائه بضرورة أن يعاملوا أهل مصر معاملة حسنة والحديث أيضا فيه تعليل وهو لماذا وص رسول أصحابه معاملة أهل مصر معاملة حسنة وذلك لأن لهم زمة يعني عهد وأمان بين المسلمين وبين أهل مصر قبل الإسلام أو عند دخول خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصر نشر الإسلام فيها كما أن لهم رحم تتمثل في السيدة مارية القبطية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم ابن الرسول والذي توفي صغيرا وأيضا هذا الرحم بتتمثل في السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهم السلام طبعا أنا عندي هنا مواطن جمال في الحديث صلى الله عليه وسلم دي جملة دعائية فئة الشرفة تكرم للرسول صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا ده تعبير فيه معجزة واضحة وظهرة للرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأمر غيبي وقد حدث فعلا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا في عهد خلافة عمر بن الخطاب وفتحت مصر على يد عمر بن العاص وده إسلوب مؤكد بأن السين فستتفتحونها بتدل على المستقبل القريب يعني معناها أنكم ستفتحونها قريبا وهي ما هي إلا بضع سنوات بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم وفتحة بالفعل المصريين أرض مصر أرضا هنا جاءت ناكرة لتفادي التعظيم تعظيم هذه الأرض وهي أرض مصر يذكر فيها القيرات هنا الفعل بنية للمجهول قد يوبنا الفعل المجهول لعدم العلم بالفاعل أو بالقائل أو لقسرة القائلين ولكن هنا بنية المجهول لقسرة الزاكرين لهذه الكلمة وهي القيرات وهو أسلوب توكيد وسلته تقديم الجر والمجهول وهو فيها يذكر فيها القيرات وأصله يذكر القيرات فيها فقد قدمها الجر والمجهول على نائب الفاعل فاستوصوا بأهلها خيرا ده أسلوب أمر استوصوا فعل أمر هو أسلوب أمر واجب التنفيذ بأسلوب أمر يفيد الوجوب ده تعبير جميل بيدل على اهتمام وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل مصر وفيه تشريفة عظيم الأهل مصر أسلوب توكيد برضو أنا عندي فاستوصوا بأهلها خيرا برضو أسلوب توكيد واصلته برضو تقديم الجر والمجرور أنه هو بأهلها خيرا فاستوصوا خيرا بأهلها وخيرا هنا جاءت نكرة لتفيد العموم والشمول يعني كل أنواع الخير لأهل مصر فإن لهم زم ورحم ده برضو أسلوب مؤكد بإنه وعلاقة الجملة بما قبلها تعليل فإذن الجملة تعليل لما قبلها والجمع بين زم ورحم وده حتة مهمة جدا 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 الجمع بين زم ورحم يدل على قوة العلاقة بين الحق والمشاعر الإنسانية قوة العلاقة ما بين الحق والمشاعر الإنسانية فالزم العهد والأمان هو حق لمن سيفتحون بلادهم وينشرون فيها الإسلام فإن لهم العهد والأمان هذا حقهم وأيضا معه المشاعر بالنسبة لأهل مصر طبعا ومعه أيضا المشاعر الإنسانية وهو الرحم وصلة القرابة التي بينهم وبين المصريين وضرورة الجمع بينهما في اللي هي الحق والمشاعة الإنسانية طبعا في العلاقات التي تربط بين الناس لابد من الحق والمشاعة الإنسانية فلا ينفع الحق وحده ولا المشاعة الإنسانية وحده وانما لابد من الربط بينهما طبعا زي ما قلنا في الحديث بشارة وهي فتحة مصر وفي الحديث وصية وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى قواد وخلفائه بأن يعاملوا أهل مصر معاملة حسنة وفي الحديث تعليل وهو أن أهل مصر أهل زمة ورحم إيه العلا أنه نعملهم معاملة حسنة أنهم أهل زمة ورحم وفي الحديث أيضا نبوءة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقد أخبر أصحابه بأنهم سيفتحون مصر وبالفعل فتحوها زي ما قلنا في عهد خلافة سيدنا عمر بن خطو في هذا دلالة واضحة على صدق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أشار الرسول في هذا الحديث إلى مصر تلميحا وليس تصريحا وذلك بنفهمه من خلال كلمة القيرات لأن أهل مصر هم اللي كانوا بيستعملوا هذه الكلمة في حياتهم كثيرا المقصود طبعا بكلمة أهلها لهم أهل مصر والخطاب من مين لمين من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خلافاء وقواده إنكم ستفتحون الضمان هنا عاد على مين مين اللي هيفتحه من دول اللي هيفتحوا اللي هم خلافاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده بعد وفاة الرسول وقواده وستفتحون يعني ستتملكون أرض وتنشرون فيها الإسلام وبالفعل حدث زلك زي ما قلنا على يد عمر ابن العوس طبعا مصر لها مكانة عظيمة ليه عند الرسول صلى الله عليه وسلم وليه الرسول بيوصي بأهل مصر بالذات لأن زي ما قلنا صلاة القرابة اللي بين الرسول وعليه صلاة وسلم بين أهل مصر فالسيدة مارية زوجة الرسول كانت مصرية والسيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل أيضا كانت مصرية بتدل وسيط الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحاب وقواده على أهل مصر بأن يعملهم عاملة حسنة بتدل على مدى التشريف والتعظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم للمصريين وأن مصر لها مكانة كبيرة وعظيمة في التاريخ سواء كان زي قديما أو حديثا إذا طبعا عمل المسلمون بوصية رسول صلى الله عليه وسلم حينالوا رضا الله ورسوله وحيسعدوا في الدارين في الدنيا والآخرة بنتعلم الحديثة ده طبعا أن أهل مصر هم أهل زمة ورحم وأن في وسيط الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل مصر فيه من التشريف والتعظيم الكثير ودليل على مكانة مصر العظيمة وأن الإسلام هو دين رحمة وسلام ومودة وتسامح برضو أنا هسيب لكم الدروس المستفادة وهسيب لكم أسئلة على الحديث أسئلة مهمة على الحديث بتاعنا والحديث فعلا في غاية الأهمية ده طبعا برضو ما خلال السهم اللي هيبقى تحت الفيديو والحديث لازم طبعا نكون حافظينه وإن شاء الله أقابلكم في نص تاني من النصوص المقررة عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته